بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين ومولا متبعا بإحسان ومدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين طبعا اليوم سيكون درسنا حل تمارين القواعد الموضوع المثنى وإعرابه للصف الساس الابتدائي عزائي التلاميذ أرحب بكم وأذكركم بما أخذناه سابقا من موضوع المثنى هو اسم يدلو على اثنين أو اثنتين بإضافة ألف ونون أو يانون على مفرده ونون المثنى تكون مكسورة دائما علامة رفع المثنى هي الألف والنون وعلامة نصبه وجري لياء والنون هذه مراجعة القاعدة زين الآن أجلبوا دفاتركم لكي نحلوا سوية التمارين فنبدأ بالتمارين الأول التمارين الأول المطلوب منكم أن تكتبونه ومن تكتبونه تتأكدون من كلمي كلميني أنه ليش لأنه أش مطلوب عندك هذا جدا مهم تفكر بمطلوب السؤال وإش هو راح تعمل تقسم تعمل جدوال أو شعش نتحل بطريقة نحن صحيحة وتكون إجابتك مردبي وخط واضح وجميل وكذلك الإناء الصحيح نأتي على التمارين الأول ما مطلوب من عندنا نقول عين المثنى في الجمل التالية وأعرفه ثم أذكر مفرده وهذا طبعا شبيه المثال المحلول التمارين المحلول شبيهه زين عين المثنى نضع حقل المثنى في الجمل التالي هاي الجمل الموجود قدمنا أربع جمل وأعرفه أشعر إعرابه حتى بين موقعه من أشنوب الجملة موقعه ثم أذكر مفرده آخر شيء نذكر مفرد منه مفرد المثنى نأتي على الجملة الأولى الجملة الأولى إن الصديقاني مخلصاني طبعا الصديقان هي اسم لأنه ابتدأناها معرفة بأل عرفنا أنه اسم لأنه قلنا الأفعال لا تدخل عليها للتعريف فستدخل على اسمها فقط الصديقاني إذا مبتدأ بعدها المبتدأ شح تأجده خبر فإذا الجملة مبتدأ وخبر فأثنينهم أكيد حسن المثنى لأنه الخبر يطابق المثنى في الإفراد والتثنية وفي التعنيت والتذكر يعني إذا مفرد مفرد مثنى إذا جمع جمع طبعا وإذا مؤنث مؤنث مذكر مذكر هنا مذكر إذن أيضا مذكر الصديقان نكتبه الصديقان الكلمة الأولى هي الصديقان ني بعدش ني أيضا مخلصاني مخلصان ني وعفنا قلنا هي عبارة عن مبتدأ وخبر حسنته الصديقاني مخلصان الثنين موحنا ربما أنا صديقاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف زين مخلصاني خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف أنت قبل حفظ المخطط من المثنى تكتبه على صفحة تكتبه تقول المثنى يرفع الشكل من عندك حل أو فقط شيء تضع أمامك القاعدة تقول المثنى يرفع ينصب يجر يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء حتى إذا ما تكتب الياء والنون فأنت تأوفى حتى ليه من يجع القاعدة أعرف أنا أشغح يسير وينجر طبعا وينجر دائما أكتب القاعدة أمامي العلامات أكتبها أمامي حتى لا أذكرها الصديقان حتى دائما أذكرها الصديقان مفردة أشعلمتكم إنشيل الألف وينون الزيادة أشصي الصديق نعم الصديق طبعا أكيد الخبرها ما أحرجع على مفرده مخلصان أحصي مخ لس لا أحسنت مخ لس عدنا جملة الثانية ماذا تقول إن الجنديين شجاعاني طبعا هاي إنها اللي تدخل على المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ اسمنا وترفع الخبر خبرنا لها إذن الجنديين ثنين ما حنتسجل منها أيضا لأنه بأصل مبتدأ وخبر الجنديين شجاعاني ثنين ما حنتسجل هنا ثنين مثنى ومنعفنا من نون المثنى مكسورة دائما أجنديني وحكون اسم إنا نعربة منصوب وعلامة نصبه اليان طبعا شجاعاني وحتكون خبر إن مرفوع مثل ما عربنا إنا أفنا إيش نعمل إنا لها اسم ولها خبر اسم إنا وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه أشني الألف أحسنت إن مرفوع زين ناتع المفرد الجنديين يشغح يشغح يشيري اليأو ونون أحسي الجندي شجاعاني يشيري الشجاع لألف ونون أشغح شجاع لمن عملنا المبتداء مفرد إذن أكيد غح يلحقه الجنديو شجاع الصديق مخلص رجع على حركة الأصلية الجنديو على حركة الأصلية الضم زين نأتي إلى الجملة الثالثة ثالثا ظل الطالباني محافظين على هدوء على هدوء هما ظل الطالباني هيا ظل أشني ظل من أخوات كان تدخل على المبتداء والخبر ترفع المبتداء اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لها طبعاً هذا المثنى جامع لجميع ما قبله من المواضع المبتداء والخبر إن وخوات كان وخوات وعدنا الجملة الفعلية جملة الفعلية وجملة الاسمية وإن وخوات وكان واخوات ظل الطالباني طبعاً أيضاً لأنه قنة كان وخوات أيضاً أش تعمل تدخل على المبتداء الخبر إذن الطالباني محافظيني ثنين وحننزل مني أنه محافظيني طبعاً الأولى ستكون اسم ظل إعرابة اسم ظل مرفوع بيش أكيد بالألف علامة رفعه الألف لأنه مثنى محافظيني اسم ظل إذن لأنها خبر خبر ظل منصوب وعلامة نصبه محافظة محافظيني محافظيني الجندية هون من اسم إنا منصوب نرجع الجندية شجاء نجع الجملة الرابعة أشهد قول الجملة الرابعة الجملة الرابعة تقول حقق لاعبون هدفين أين المثل هنا؟ استخرجه وهي هدفين أحسنتم هدفين أتمنى أنه أنا وأنتم نحل سوى وأنتم تسبقوني بالحل إن شاء الله ويكون الحل معلوم لديكم هدفيني هدفيني أشهد عربة حققه حققه أشهد فعل لاعبونه فاعل هدفيني مفعولا به هنا أشهد عربة مفعول جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل مفعول مفعول به منصوب بيش بلياء وعلامة نصبه 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 الياء يعني هم زين هدفيني نشيل الياء وننشيسي هدف واحد صيق هدفا حقق نعبون هدفا ترجع على أصل على أصل المنصوب اللي هي منصوب الفتحة نأتي إلى التمرين الثاني اختر كلمة من السطر الأول لتكون لتكون مع كلمة من السطر الثاني جملة مفيدة طبعا عندنا الكلمات هبطت العاملتاني أمطرت الشجرتاني فازة السطر الثاني اللاعباني الطيارتاني نشطتاني السحابتاني مثمرتاني طبعا هنا نختار كلمة من السطر الأول إما نصل أو نكتبها كجملة أنت من أكمل خيار بس المهم يكون التمرين مرتب زين هبطت الكلمة الأولى هبطت هبطت اللاعبان للطياراتان ونشطتان والسحابتان ومثمرتان طبعا هبطت الطيارات آني تتصلها بهاي الطريقة أو تكتبها بهاي الطريقة تقول أولا هبطت الطي رتاني هبطتي أحن نقول نكسرها زين هبطت الطيارات آني زين تجاه هون بسهم زين العاملتان أشبه طبعا اللاعبان ما يرهم علينا العاملتان هوني مؤنثة نقول نشطتان أو سحابتان لا طبعا أكيد العاملتان نشطتان زين أمطرت أمطرت منطرت السحابتان صحف يا حسنتم الشجرتان ماذا بهما مثمرتان نعم أشبق لدينا لدينا فازة فازة من فازة اللاعباني تغيب تصل بهاي الطريقة أو تغيب تكتبها بهاي الطريقة يعني ماذا هبطت طيارتان العاملتان نشطتان أمطرت السحابتان شجرتان مثل مرة فازة اللاعبان تغيب هالشكل تكتبها أو تغيب بهاي الطريقة لك الخيار وإن شاء الله نكمل باقي التمارين في الدرس القادم بإذن الله تعالى شكرا